وإلى كينيا حيث أقيم حفل رسمي بمناسبة إكمال بناء خطيس الحديدية الرابط بين مدينة مومباسا والعاصمة نيروبي الذي شيدته الصين حضر مراسم الاحتفال في مومباسا وان يونغ المبعوث الخاص لرئيس الصيني سيتيب بين وقال وان في كلمة ألقاها في الحفل إن ما تم إنجازه ما هو إلا قصة مبكرة ناجحة لمبادرة الحزام والطريق مشيرا إلى أن ذلك سيكون حافزا لمشاريع مماثلة في المستقبل تجذر الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي يعد معلما بارزا للسكك الحديدية في البلاد والذي نفذته شركة الطرق والجسور الصينية واستغرق بناءه السنتين ونصف السنة وبعد الحفل أعطى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الإذن بانطلاق الرحلة الأولى لقطار الركاب الذي وصل إلى العاصمة نيروبي حوالي الخامسة والنصف مساء يوم الأربع ترجمة نانسي قنقر